تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس الماضي وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على بذل أقصى جهد ممكن في سبيل إتاحة وتنويع قنوة التواصل مع المواطنين لتلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها هذا واستقبلت منظومة الشكاوى ورصدت 120 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس وتم توجيه 96 ألف وخمسمائة شكوى منها لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وحفظ 19 ألف وخمسمائة شكوى وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة